تتوالى الأحدث سريعاً وسريعاً تتغير الخارطة التي تضيق حول الميليشيا بينما تتمكن قوات الشرعية من مد سيطرة متكاملة تقترب من مركز السلطة الإنقلابية للميليشيا أيضاً خياراتها التي تضطرها للمفاضلة بين معاركها حين تجد نفسها في مرحلة متقدمة من الضعف سيشتد ذلك أكثر مع استعادة العاصمة صنعاء وسيكون عليها أن تدفع بكل ثقلها فيما تبدو أم معاركها في صعدة ولهذه خطوطها الحمر بالنسبة للسلطة الشرعية فبقى أصعده خارج نفوذ الدولة عن الإبقاء على تناسل القوى التمرد والميليشيا من جديد وكمان يبحث عن مخلص لها في الوقت الحرج تكثف الميليشيا من تحركاتها الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين ودوليين لتهدئة كرة النار المشتعلة حولها فبينما يبدو التحالف ماضياً في تكتيف العملية العسكرية وحسم المعركة بإنذاره الأخير للمنظمات الدولية بمغادرة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا تسعى موسكو إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف العملية العسكرية للتحالف في اليمن بدواع إنسانية لعلها معركة فاصلة تشهدها الدبلوماسية كما تشهدها الأرض أيضاً لتحديد مصير اليمن أيهما سيسبق الآخر لا أحد يعلم لكن المؤكد أن الشعوب لا تنتصر إلا بذاتها ولذاتها أيضاً أما المجتمع الدولي فلا يزال يراوح مكانه وغير حاسم في وضع حد لتحالف الحرب على ما يبدو فالأخبار الوافدة تقول إن مجلس الأمن سيناقش الأربعاء القادم قراراً بشأن تمديد العقوبات الدولية على الرئيس المخلوع وزعيم الحوثيين وبقية المدرجين على قائمة العقوبات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يمل بعد من تحركاته النشطة ولم ييأس من نتائج جولاته السابقة إذ ما يزال يواصل ماراثونه الدبلوماسي متنقلاً بين صنعاء والرياض ومسقط آخر محطاته للقاء ممثلي الحكومة والميليشيا وبين إصرار الأخيرة على اشتراط وثيقة النقاط السبع مرجعية للمحادثات القادمة ورفض الحكومة ذلك تتحفظ الأمم المتحدة وفي التحفظ هذا إشارة إلى أن مصير اليمن لم يبارح المنطقة الرمادية بعد بالنسبة للقرار الدولي العاثر منذ زمن رجالاً ونساء من كل الأعمار والانتماءات يعيش معاناة غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة